السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير اليوم جبت لكم تدبيرة بسيطة إذا شريتي طاجين جديد أختي أنا نوري لك طريقة ممكن ممكن تعرفيها وممكن ما سبقتيش شفتيها أصلا طريقة هذي أنا شفت الوالدة تاعي ربي يرحمها كانت تديرها من هذيك الوقت وأنا ديما أي طاجين نشريها أول خطوة نديرها رح تشوفيها معي كما تشوفوا التواجين يعني هذا بالنسبة للدول الأخرى رح نفهمهم فقط هذا الطاجين اللي نطيبوا فيه الكسرة تاعنا كان خبز يعني اسمه الكسرة احنا نطيبوه في الجزائر وما نقدروش نستغنع ليه فهذا هو الطاجين اللي نطيبوا فيه المهم أختي الطريقة هو إنك جيبي حجرة وإلا كارلاجة كما تشوفي أنا تحاولي تحكي بها الوجه تعطاجين كما تعرفوا بالنقوش هذيك تكون مخدومة وتكون تكون حرشة يعني من الفوق وساعة تجي عوجة تجي جهة هابتا تجي تطالعها في تكون الشكل تاع الكسرة تاعنا مش باهي النقوش هذيك اللي على الكسرة يجي زيها مش باهي خلاص خاصة في التواجين اللي من النوع الاخر هذوك اللي يخدموهم في الدوار اللي عندهم متوفرات طين اللي يخدموهم في الدار عادي سرتون نوعه ذيك لازم لازم تتخدميه بالحجرة كي ما تشوفي حكيت مليح بش تكون يعني نقوش هذيك منظمة زي بعضها ما تكونش محفورة يعني بالزيف حتى تجي الكسرة تاعك من المهم كي تجاربي دورك تشوفي من بعد ما حكيتها مليح بذيك الحجرة نجيب طرشن نمسحها مليح نحيل هذيك الغبرة قبل ما نكمل الفيديو ما تنسيش لايك قبل ما تخرجيه ما تنسونيش بلايك فضلا وليس أمرا للفيديو وليد خل جديد مرحبا بيه ونتمنى فقط يضغط على تفعيل على اشتراك من بعد ما يشترك يضغط على الجرس يظهروا له ثلاث اختيارات يختار الاختيار الأول بش يوصلوا له الاشعارات تعقناتي تعالفيديو وتتاعي بعد ما مسحتي الطاجين تمسحيها من هذه الغبرة تجيبي من الأفضل زيت الزيتون إذا مش متوفرها تكزيت عادي وإلا زبدة تدهني الطاجين بتاعك كامل كما تشوفو تحاولي تشربيه بالزيت وإلا الزبدة من الوجه تاعه الفوق ومن التحت ما تديريش كمية قليلة خلاص وما تديريش كمية كبيرة لأنو كتطيبيها راح يخرج لك دخين كبير خلاص دخين بزيف يعني متحاوليش تكثري كمية كبيرة خلاص راح تشوفي كيفه يشرب الزيت كأنك مدهنتيش خلاص ومعلومة أنا الفكرة دي كتبيتيه في الماء تشربيه للماء أنا بصراحة ما نديرهيش جامي حطي الطاجين تاعي في الماء وحاولت نجربها المرة هذي لكن مرتخوي نصحتني قلت لي أنو كان أنواع تتكسر يعني مكاليه لأنو هي وجارتها جربوا الفكرة أنو مبيته في الماء وتكسر فأنا ما ندير للطريقة يكنين بيته في الماء كفيه تشربيه بالزيت وإلا الزبدة كيما تشوفوا نشرب فيه من التحت هنه هنا راني كملتو وطبع راني مفرش مفرش ساشي التحت ولا ديري بابي كويسان ولا حجة تعرفوا الزيت يمس خلال الحويج كيم اللي تحطيه يعني ملأح تحطي فوق ساشية كيما تشوفوا رح نخليه كيما هك منحرك وش من بلاستو رح نخليه يبيت كيما هك تشوفوا كيفاش يشرب شوفوا هنا اللقطة هذي صورتها صدقوني ما كانش تقريبا خمس دقائق ست دقائق خرجت من الكوزين ورجعت ورجعت وبدأت تشرب كيما تشوفوا وهنا روا بيت معي الخطوة الأخيرة تحطيه في الكوزينيير حوالي عشرة أو ربع ساعة أو خمس او خمس دقيقة تكفي من بعد تحطيه دقيقة المترجم للقناة